الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نشرح متن الأصول الثلاثة بإذن الله تعالى لكن قبل أن نبدأ نسأل عن أسئلة خمسة أولاً للماذا ندروس التوحيد حق الله العبير خلقنا لنوحيد الله لا يقب الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد ولا أدخل جنة إلا موحد تكثير الحسنات تكفير السيئات ثم قد يأسألك سائل يقول لك هل أنت موحد تقول نعم أنا موحد يقول لك ما هو التوحيد إذا كنت لا تعرف التوحيد هذا معناه أنك كاذب في قولك أنك موحد ثم قد يأسألك يقول هل أنت مشرك تقول عوذوا بالله أنا لست مشرك يقول لك ما هذا الشرك أبوذ أن تكون من المشرك أبوذ أن تكون من المشرك وأن تكون من المشرك يقول لك إذا كنت تعرف التوحيد هذا معناه أنك بإذن الله بعونا الله سبحانه وتعالى تشتنيف الشرك إذا كنت تعرف التوحيد لعلّك واقع التوحيد هذه الشركة الأكبر أنت لا تدري أنت تكون من المشرك وأن تكون موحد وأن تكون من المشرك ثم نعم أحمد التوحيد قد يتكبر ولكن من المشرك هل أن تكون من المشرك فلا بد من تحقيق التوحيد تklärسة التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي والله أعلم كما ترون، أيضاً…